نفى مصدر بمكتب السفير أحمد علي عبدالصالح وجود أي حساب له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وأكد المصدر أن الحساب الذي تم إنشاؤه مؤخراً والمنسوب للسفير في تويتر حساب مزيف من شخص انتحل شخصيته وأن كل ما ينشر في ذلك الحساب ليس له أي أساس من الصحة ودع المصدر والجميع وخاصة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول ونقل أي أخبار يتم نشرها في حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة